موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما أنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه و فضله وجوده و كرمه أن يجعلني و إياكم من خير عباده الصالحين إنه جواد كريم أرقام التواصل إخوة و إياك كرام ستكون وجودة معكم على الشاشة و نسعد بمداخلاتكم نفيد و نستفيد اليوم الحلقة أراها مهمة جدا و من خلالها يستطيع الإنسان فعلا أن يتسلل إلى قلوب الناس و يأسر محبتهم يستطيع أن ينشر الابتسامة يستطيع من خلال حلقة اليوم أن يكون أداه أن يكون شخص دخوله يزرع البهجة يزرع البسمة يزرع السعادة نسعد لما نراه اليوم الحلقة يا إخوة رح نتكلم فيها عن بعض الأحكام الجميلة اللي نحتاجها فعلا في حياتنا العملية و حياتنا اليومية في كل طريق في كل سكة في كل ممر في كل حتى اللفت في كل غرفة عن شو تبغي تتكلم اليوم اليوم رح نتكلم عن السلام يا أخوة يا كرام السلام و ما أدراك ما السلام و أحد يمكن يقول الآن شو تيصلك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام تاهم الموظم ليش عني هذا كله لا والله أنا عندي كلام بإذن الله عز وجل يحتاج ساعة إلى أن نتكلم و نفصل و ننهيه بما يتعلق بالسلام آداب أحكام سنان مستحبات و متأسلم و متأسلم صغير كبير داخل طالح فالقضية لا فيها تفصيل و كتب الفقه أفردت فيها أبواب و فصول و غيره بما يتعلق بأحكام السلام نحن نحتاج لذلك ديننا الحنيف هذا حثنا على السلام إن أردت الآيات القرآنية فحدثوا ولا حرج التي فيها ذكر السلام و إن أتيت إلى الحديث النبوية كذلك حدث ولا حرج السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل ما معنى السلام أي السالم الله عز وجل المقصود بالسلام يعني السالم من كل نقص و من كل عيب و من كل ما يشبه سبحانه و تعالى و قيل معنى السلام صفة السلام و هي أن الله عز وجل يسلم على عباده يوم القيامة يسلم على عباده و قيل معنى السلام هو الذي يسلم عباده و من يعيش على هذا الأرض من الشرور و الفتان و المحان و البلايا و غيرها إذن هذا الاسم العظيم نحن لابد أن نقف عند مدلولاته و نقف عند الأحكام التي جاءت فيه من أول من سلم و كيف جاءت هذه السنة الله عز وجل يا أخوة يا كرام أول ما خلق آدم قال له يذهب إلى أولئك النفر و أخبر أن يذهب إلى الملائكة يذهب إلى الملائكة و سلم عليهم الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها علم آدم الأسماء كلها فلما ذهب خرج عليه السلام آدم اتجه إلى الملائكة و قال لهم السلام عليكم فردوا عليه و عليكم السلام و رحمة الله فقال له الله عز وجل هذه تحيتك و تحيت أمتك من بعدك هذه تحيتك و تحيت أمتك من بعدك إذن السلام يا أخوة يا كرام أول ما بدأ يعني مش بدأ من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إنما بدأ من عند الله عز وجل عندما أمر به آدم أن يسلم الملائكة و ردوا عليه السلام و من يومها إلى اليوم و هذا السلام يعني موجود عند الناس و يتداولون فيما بينهم و في مجالسهم و في غيرهم من آدم عليه السلام إلى وقتنا الحالي إلا نحن فيه الله عز وجل يا أخوة يا كرام ماذا قال قال و إذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا حيتم بتحية إذا أحد حياكم بتحية قال السلام عليكم قال فحيوا بأحسن منها أنا الآن لما أجي أقول السلام عليكم أنت يا أنك ترد نفس التحية أو أنك أنت تحيي بأحسن منها الله عز وجل ماذا قال قال فحيوا بأحسن منها أول شيء أو ردوها يعني حين مثلا شخص قال لي السلام عليكم أنا لازم أحيي بأحسن منها أزيد عليها السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله شوف أنا زيت فحيوا بأحسن منها الله عز وجل يقول أو ردوها كيف ردوها السلام عليكم و عليكم السلام السلام عليكم و رحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله إذن هذه متساوية هذه متساوية لكن الصحيح أن الإنسان يا أخوه يا كرام أن يحيي بأحسن منها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في فرق في أجور بما يخص السلام إذا شخص قال السلام عليكم بس تكفي ما أكمل السلام كامل ما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دخل مجلس قال السلام عليكم ورحمة الله هل هذه تكفي ولا لا نقول أنت خالفت الأولى والصحيح أنك تأتي بالسلام كامل السلام عليكم ورحمة الله فيها أجر السلام عليكم ورحمة الله لا عفوا السلام عليكم فيها أجر السلام عليكم ورحمة الله فيها أجر زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها أجر زيادة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه فمر رجل فقال السلام عليكم فقال صلى الله عليه وسلم عشر حسنات ثم مر آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال صلى الله عليه وسلم عشرون حسنا ثم مر آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة إذا نحن اليوم ليش نقصر في هذا الأجر العظيم اللي بين إيديننا ليش معقول أنا أدخل لشخص أشوفه وسلم عليه في الطريق أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين حسنة ثلاثون حسنة يا أخوة ليش نفرطها الغريب العجيب أن نحن يليت يعني توقفنا عند قضية السلام عليكم لا لا تجد البعض ما يبغي يسلم أصلا يأتيك يتخل لك من المكتب فشفته في الطريق شفته في الشارع ما يبغي يسلم ما يسلم عليك هلا هلا صباح الخير مساء الخير ليش هذه مش تحييتنا نحن كمسلمين علننا أن يعني نتقيد بالأداب الإسلامية الجميلة السلام نقول السلام عليكم ورحمة الله يعني شو تقصد حرام أن نقول أهلا وسهلا أو صباح الخير أو مساء الخير لا يا أخوة اللهم الرواسع والحمد لله رب العالم لكن أنت خالفت الأولى لأن السنة أنك تبدأ بالسلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أنت انتهيت من هذه العبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنين بعدين مثلا تزيد الله عز وجل ماذا قاله فحيوا بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها واحد سلم عليه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أهلا وسهلا كيف حالك نورت حياك الله إذا هذه العبارات اللي هي مساء الخير وحياك الله ونورتنا متى تكون يا أخوة تكون بعد الانتهاء من أصل السلام أصل السلام شوي يا أخوة اللي سبق يلسين دندن عليه من بداية الحلقة إذا اللي أبغي أقول يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة أول ما تبدأ تلتقي بشخص تدخل مكتب تدخل دوامك تدخل مكان ما فيش اسمه هاي كيف حالكم صباح الخير لا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدين ندخل يا أخي بالناس وش حالكم ونتم بخير أساكم طيبين وأهلا وسهلا ونورتنا وضحت طيب لو شخصي يا أخوة الكريم جاني وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هناك ألفاظ زيادة عنه وبركاته ولا بس الحد نقف عنده وبركاته هذه المسألة يا أخوة الكريم وقع فيها خلاف بين الفقهة و بين العلماء لأن عدنا بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زاد ومغفرته زاد بعد كلمة وبركاته ومغفرته هذه ومغفرته لمن؟ لمن يرد السلام مو بنت تتيني تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وأنا أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته لا العلماء يقولون هذه لمن يرد السلام أنت سلمت علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته هذه ومغفرته اختلف فيها العلم هناك من يصححها هناك من يحسنها هناك من يضعفها لكن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وتغمد بواسع رحمته كان يقول بهذه الزيادة يقول أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من السنن الغائبة للأسف عند الناس أن إذا سلم عليك شخص ترد عليه و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته من الأمور التي انتشرت عند بعض الناس أن الشيخ الألباني ضعفها والصحيح أن الشيخ الألباني لا ضعفها الشيخ الألباني ضعف طريق من طرق هذه الزيادة و ليس أصل الزيادة أصل الزيادة الصحيحة بطرق أخرى لكن في طريق معين كان الشيخ الألباني يقول به تراجع عن هذا الطريق لكن طرق أخرى صححها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إذن من السنن الغائبة اليوم أن نطبقها في حياتنا أن نرد و نقول لمن سلم علينا و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و مغفرته السنة غائبة يطبقها و انشرها و علمها لك الأجر و الثواب عند الله عز وجل طيب طبعا لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن هذا السلام مفتاح لكسب محبة الناس قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قال أبشوا السلام بينكم يا أخوه لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا تؤمنوا بالله عز وجل و برسوله و غيره و لا تؤمنوا حتى تحبوا الإيمان و حقيقته ما يتحقق صعب حتى يكون الحب منتشر بين أفراد المجتمع كل واحد يحب الثاني أنت تحبني و أنا أحبك تحترمني و أحترمك و تقدرني و أقدرك هكذا تكون علاقاتنا منسجمة قال ألا أدلكم أنا أدلك على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أنا أبدلكم على طريق بسيط سهل جدا يا أخي طبقى في حياتك تكسب محبة من يعيش معك قال أفشوا السلامة بينكم شوف ما قال سلموا على بعضكم قال أفشوه شو الفرق السلام أنا أنا أسلم عليك السلام عليكم و عليكم السلام الإفشاء إيش إيش الإفشاء الإفشاء يعني المبالغة أفشوه انشروه شيعوه بين أفراد المجتمع شيعوه دائما اجعل و أما ترحوا سلام عليكم و رحمة الله و عليكم السلام يا أخي و هذه جميلة ما يعني السلام عليكم لك مني السلام أنا لما أجيك و شوف في الطريق سلم عليك السلام عليكم و رحمة الله كان جاس أقول لك يا فلان ترى لك مني السلام و الأمان و الطمأمنينة أنت تجعل إنسان يعيش معك بسكينة تخيل لو أن شخص متزاعل مع شخص فيه بين شخص و شخص آخر شي من الخصومة و شافه بطريق طبعا طميعي جدا راح يعني يرتب كون الأثنين لأن هذول بينهم خصومه و قدر الله يجتمعوا فيه طريق لكن إذا بادر واحد منهم وسلم السلام عليكم مباشرة راح تنزل السكينة و الطمأنينة في نفس هذا الشخص ليش لأنني أنا أصلا خايف منك أنا بيني وبينك مشاكل أنا بيني وبينك الأجواء متكهربة على قولتهم لكن مدام أن سلمت علي معناته يفلان لك مني السلام و لك مني الأمان معناته شو على قولتهم طاح الحطب على قولتهم إيش طاح الحطب و خيرهم الذي يبدأوا بالسلام و هنا لابد أن أقف و أقف مهمة جدا و نهمس ببعض الكلمات المهمة حتى يعيها البعض حتى يعيها الكثير الخصومة اليوم أصبحت يعني ظاهرة موجودة في كثير من المجتمعات الخصومة بين الأب و أبناء بين الأبناء و أبوهم بين الأبناء و الأخوة بين الأخوة و الأخوات بين الجيران بين الموظف و الموظفين اللي معاه بين المسؤول و الموظفين بين الموظفين مع المسؤول و يكلمون مسؤولهم فعلا يعني تجدون تقع الخلافات و المشاجرات بينهم تؤدي إلى النفرة و الخصومة قد يمرون على طريق ما يسلمون على بعض أخوات ساكرين في بيت واحد وهذه في غرفته وهذه في غرفته ما يكلمون بعض و أنا للأسف الشديد تأتيني رسائل و أشوف أن أخوات سنين ما يكلمون بعض هذه في غرفة وهذه في غرفة يمرون بجنب بعض يلسون جنب بعض في الصالة هذه في زاوية وهذه في زاوية ما يكلمون بعض ليش يا أخوة ما يجوز لا يحلو لمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا و يعرض فيعني يعرضها يصد هذا وهذا مكابر وهذا مكابر ثم ماذا قال قال وخيرهما من الذي يبدأ بالسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام فيصل هذه غلطت علي هذه تكلمت في عرضي هذه طعنت فيني هذه شوهت سمعتي هذه فرقت بيني وبين أمي وأبوي هذه على قولتهم تحرض وتشرت في لهجتنا العامية أمي وأبوي علي أمي صارت تكرهني بسببها تجد مثل هذه الأشياء يا أخي نقول ومن عفى وأصلح فاجر ومن عفى وأصلح فأجره على الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أخي أعفو واصفحوا سامحوا الناس وغضوا الطرف وافتحوا صفحة جديدة مع من يعيش معكم ابدأ يا أخي سوي لي عليك الله عز وجل أمرني أني أنا أعفو وأصفح وسامح أقول لك تكلمت فيني وطعنت في عرضي يا أخي سامح ثلث معشار العقل يقول إمام أحمد التغافل عن زلات الناس ثلث معشار العقل أن التغافل عن زلات من أخطأ في حقنا ومن أساء علينا يا أخي لو نجلس نحاسب كل من أخطأ معنا أخطأ في حقنا والله ما رح يبقى لنا لا صاحب لا زوجة لا صديق لا زميل لا مسؤول ما في أحد البشرية فطرت على العيب فطرت على الزلة فطرت على الهفوة فطرت على هذه المساء لكن العاقل فينا يا أخي لا يغضي الطرف يغضي الطرف ما يجلس ينقب على كل صغيرة وكبيرة تكون النتيجة مرة جدا لا تحمد عقباحة القلوب تمرض إذا أنا بجلس أحاسب كل واحد كعلي صغيرة وكبيرة شو سوى وشو قاله وشو فعل لا قال لي لا أرسل لي كذا هو حط في القروب رسالة وهو كان يقصدني أنا في بعض الناس بالطريقة هذه عايشين هذا كيف ينام في الليل اللي يفكر بالطريقة هذه تحليلات وأوهام ويعيش بعالم ثاني ويحل الأحداث اللي يرسل تصير أي شي صار أمامه في الصالة البنت هذي قالت هذه عقت ورقة تقصد كذا هذه سكت الباب تقصدني يتسكر بويه ليش ليش إساءة الظن بمن يعيش معنا بالطريقة هذه هكذا توغر الصدور يا أخي دينا أمرنا أن نحسن الظن بمن يعيش معنا وأن لا نسيء الظن بمن يعيش معنا حتى ما نمرض قلوبنا بأيدينا يا أخوة إذن علينا أن نبادر للصلحة علينا أن نبادر يا أختي الكريمة يا أخي الفاضل إذا بينك وبين من يعيش معه أخوك صديقك أختك يا أخي بادري بالصلحة مدي إيدك طرشي للرسالة على الواتساب بالمسج مع قولي إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة الآن تنصح أخت في البيت أن يطرش مسج أو أخت تطرش مسج حق أختها وهم شاكنين في بيت واحد بدلا نقول لها روح يدقي بابل للغرفة وسلمي عليها وحبي راسها وحضنيها وعف الله عما سلف نقولها طرشي لها مسج وصلنا لمرحلة يعني أصبحت بعض النفوس تحمل عبء كبير ما بغي أقول من الحقد الدفين والغل على من يعيش معه في البيت ختاء مش إنسان غريب أختك يا أستاذ يعني صرنا نبحث عن أسهل طريقة أن نصلح بينه شاكنين أختك نقول شا روح يطرشي لها مسج بدلا نقول إذا شفتها في الطريق خضيها بحضانك وعف الله عما سلف طرشي لها مسج ليش حتى نعلم أن هناك أنفس ما تستطيع تعالجها اليوم أنت بسهولة أنفس يعني اعتلاها الكثير من الغبار غبار الصد والهجر والقطيعة مع من يعيش معه بعدين الأمر خطير يا أخوة الأمر خطير الأعمال ترفع إلى الله كل اثنين وخميس أعمال بناء النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لي ماذا تصوم الاثنين وخميس قالها يعني الاثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم في الحديث الآخر أن أعمال المتخاصمين لا ترفع إلى الله ترفع الأعمال إلى الله تصل إلى السماء ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ قال انظروا هؤلاء حتى يصطلحا رجعوا عملهم رجعوا عملهم يرجع لك ما يرفع إلى السماء حتى يصطلحا ليش أنا يعني سبب خصومة تسوى أو لا تسوى بيني و بين إنسان بين إنسان أختي أمي وأبوي عملي ما يرفع إلى الله عز وجل ليش؟ شو تأخذ من دنياك هذي؟ أتألم لما أسمع أن هناك علاقات بالسنين ما يتكلمون مع بعض سنين ما يتكلمون مع بعض ما أحد يعرف أن يحدث عن الثاني شيء قطيع بمعنى الكلمة لماذا يعني؟ باش ريك الخبر والله فلان مات مات حط إيده على راسه ويتألم وبيبكي وينك من قبل أنت تبكي على من؟ هذا اللي أنت تبكي عشانه أنت قاطعنا سنين ما تكلمه هذا اللي أنت تبكي ومتألم عشانه هذا أنت اخترت قطيعته بنفسك ما يصلح هذا الشيء على أنه فعلا نبادر للخير نبادر للخير نفشي السلام فيما بيننا أنت تشوفني تسلم عليه و أنا أسلم عليك الله يعلم أحيانا في بعض الأماكن يطوف بجنبك شخص ما يسلم علمه تعال في الماء خير إن شاء الله ما عسى ما أشار ما أسلم لا تأخذوا الأمور جديدة بالطريقة هذه لا أخذوا الأمور بجد ترى أخوك ترى صديقك زميلك في طريق أوقف سلم عليه كيف حالك وخذ بيده أما قضية الأخذ باليد هذه أمرها آخر والأحاديث والنصوص فيها كثيرة وجميلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان يا أخي وتصافحا تساقطت خطاياهم كما يتساقط ورق الشجر تخيل الثنين المسلمين تلتقوا في بعض في طريق سلموا وخذوا بيد بعض بالمصافحة باليد تتساقط ذنوبهم وخطاياهم كما يتساقط ورق الشجر يا رجل ليش نقصر أشوف صديقه يدقوا على كتفه هلا 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 كيف حال سلم عليه خذ بيده ومن العادات الموجودة في مجتمعنا بالذات نحن كمجتمع الإمارات تسمحونا ووسع صدوركم علينا اللي تسمعونا ولا تزعلون وهذا موجود يسلمون على بعض كل واحد يحط يده كل واحد يحط يده على كتف الثاني وبالخشم هذا موجود عندنا وعند أرقى القبائل في الدولة ما يتصافحهم باليد خلاف السنة أنا ما أقول لك حين لا تسلم عليه بالخشم خاشمة لكن ليش ما تصافحه بيده خذ بيده سلم عليه وخاشمة هذا عادة وعرف عندنا في البلد نحن نعتز ونفخر فيه لكن أنت حرامت نفسك الأجر العظيم أنك لم تصافحه بيده ليش لا والله نحن متعودين الأعراف يا أخوة يا كرام إذا كانت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل بها لابد أن نفهم متى العرف يعمل به لم يخالف نصا الأعراف إذا كانت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل بها أنا أقول لك طبق السنة وسلم عليه باليد وخاشمة طبق العرف يا أخي أنت مأجور تتساقط ذنوبك خطياءك كما يتساقط ورق الشجر نحن ظلمين أنفسنا الحسنات والأجور بين إيدنا لكن للأسف الشديد فاصل يا أخوة كرام ونعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل الكلام يا أخوة كرام بما يخص السلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال حق المسلم يعني المسلم ست وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه إذن هذا حق على أخوك إذا شفته في الطريق شفته في الممارس شفته في المكتب أنك تسلم عليه لا تقول لي هلا هلا ولا تقول لي صباح الخير ولا تقول لي مساء الخير لا تقول لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا والله ودي أنتو حين أولى الناس مفروض بالاختبار لو وقفين أمامي هذا المسكين الكاميرات يعني ذكرنا بالتفصيل شو الرد شو الأفضل شو كذا لكن ما نريد أن نعمل الاختبارات خال تصير كمية الرسوب كبيرة ولا شي خلنا نمشي حق المسلم على المسلم ست قال صلى الله عليه وسلم وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه طيب من الأداب يا أخوه يا كرام إلقاء السلام أما رده فهو واجب من السنة والأدب أنك تسلم على من تراه لكن شو حكم رد السلام هل هو واجب أم سنة أني أنا أسلم عليك سنة لكن أن أنت ترد السلام علي واجب عفوا يعني إذا أنا قلت لك يا فلانا شو اسمك الغالي محمد إذا أنا سلمت عليك محمد السلام عليكم ورحمة الله أنت ما ترد عليه تقولي أهلا 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 حياك الله كيف حالك لا يجب عليك ترد السلام يجب عليك ترد السلام أنا قلت لك السلام عليكم يجب عليك تقول وعليكم السلام من وين من وين أخذنا الوجوب إذا بداية السلام سنة سنة لكن رد السلام واجب من وين قال وإذا وحيتم بتحيت فحيوا أمر هذا أمر من من أمر من الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردها يأني انك ترد لي السلام بأحسن وبزيادة عن اللي أنا ذكرتها أو انك تردها لي مثل ما أعطيته لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وعليكم السلام لكن أنا أقول لك السلام عليكم ورحمة الله ترد عليك تقولي هلا هلا كيف الحال لا نقل الإجماع ابن حزم و عبدالبر أنه يجب عليك ترد السلام وهذا يعني شي جميل أنا أسلم عليك السلام عليكم هلا هلا ما يصير والبعض يليت حتى هلا هلا ما بتطلع منه بيطنشك ما بيرد عليك السلام لذلك عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسلم ثلاث مرات يعيد السلام ثلاث مرات إذا دخلت مجلس و شفت الجماعة جالسين السلام عليكم ما حد رد السلام الجماعة ما سمعوك السلام عليكم حتى الله ما حد رد السلام الثالثة السلام عليكم حتى الله تعيد السلام وتكرر السلام هذه من السنة إذن أنت أحيانا تروح مكان تسلم على واحد سلام عليكم تمشي أنت و صديقك في الممر أصادفكم واحد أو واحد جالس السلام عليكم أنت تقول حق ربيعك ريال طنشني مارد السلام لا أرجع لعل رجل لا سمعك أرجع عيد السلام السلام عليكم و análه الله يمكن بعد ما سمعك رجع في الثالثة السلام عليكم وabs 밥الله سلم عليه إلى أن يرد لك السلام ثلاث مرات ثابتة عن النبي رسولppers أما تحكم على الرجل لا والله طنشني مارد عليه لا يمكن ما سمعك أحيانا بعض المجال يا أخوة الكرام كبيرة فأنت تسلم ثلاث مرات كيف تطبق السنة هذه تسلم على هالمجموعة مثلا بهذا الطرف سلام عليكم وتصافحهم تمشي للطرف الثاني في الصدر سلام عليكم وتصافحهم وتجي للطرف الثالث السلام عليكم وتصافحهم هذا قول قالبه بعض أهل العلم هكذا تطبق السنة لكن أنا أسلم عليك مرة وحدة أنا ما سمعتك أنا سبحان الله ذهني شارد في مكان ثاني ما انتبهت ما شغول بحاجة ثانية أتكلم تلوفون لا يمنع أبدا أنك ترد لي السلام ترجع تسلم علي مرة ثانية وأنا أرجع وسلم عليك من جديد وما في حرج الحمد لله رب العالمين ونحسن الظن بمن معنى أن هذول ما سمعون أو لم يتعمدوا ليش يا أخوة لأن إذا أنت ما ردت السلام علي من أول مرة أنا يمكن يقع في نفسي شي هذا ليش ما يرد السلام أنا شو بيني بينك أنا ما أغلط عليك بحاجة ولا أسألت عليك ولا حاجة ليش أنت تعاملني بالطريقة هذه فيقع شي في النفس يقع شي في النفس لأن السلام بداية بداية يعني مواجهة بيني وبينك تشعرني أن أنت معي وعايش معي عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك في خير؟ حياك الله من هنا ينطلق الحوار وينطلق الحديث بين الناس في جاء حديث من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه هذا الحديث غير صحيح وضعفه جمع من أهل العلم لكن في أثر آخر حديث آخر يقول به بعض أهل العلم وهو من بدأكم بالسؤال قبل السلام من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه كيف؟ في فرق بين من بدأكم بالكلام وفي فرق من بدأكم بالسلام هذه بالسلام يقول بها بعض أهل العلم أنا جالس أنت جيتني تقولي فيصل ساعة كم تخلص الحلقة؟ هذا سؤال من بدأكم بالسؤال قبل السلام أنت جاءت سألتني فيصل متى بتخلص الحلقة أنا هنا أقول لك لا سلم علي ولا شي سلام عليكم فيصل متى بتخلص الحلقة إذن فيه فرق سلام عليكم أخي الكريم الورقة عندك متى أقدر أي أخذها أنت رايح دائرة حكومية اتصلت على مكان على موظف على شي تتصل سلام عليكم لماذا لأن هذا السؤال الحديث هكذا جاء من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه إذن من السنة أني أنا لما أجي أبغي أخذ حاج من حاج البنت الصغيرة الولد يتكلم مع أمه في البيت موما ساعة كم بتحطه الغداء أول شي تسلم عليها السلام عليكم أم الغالية الساعة كم بتحطه الغداء هذه من السنة الغائبة الغير موجودة اليوم للأسف عند الناس علينا أن نطبقها نحييها في حياتنا يا أخوة يا كرام من السنة الجهر بالسلام وكذلك الرد ومن السنة تعميم السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف من السنة أنك تعمم السلام جاعدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير قالت تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف وجاء في حديث الآخر إن من أشراط الساعة إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة حديث لما تجد الإنسان ما يسلم إلا على الشخص اللي يعرفه هذه العلام من علامات الساعة علام من علامات القيام وهذه موجودة عندنا اليوم وهذه اليوم نشوفها تدخل مكان دائرة حكومية أو في مول سلام عليكم يطالعك جديد خير إن شاء الله مستغرب كيف أنت سلمت عليه شو المشكلة لأن تعرف السلام فقط لمن يعرفه يعني أنت لما سلمت عليه هو مباشرة جاء في ذهنه أكيد يعرفني هذا ليش سلم عليه أكيد يعرفني لا مو بشرط لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف هذا من أفضل أنواع الخيرية التي لابد أن تنتشر بين أفراد المجتمع سلم عليك لأحد مباشرة إنسانة عرفة ما عرفك أخي سلم عليك سلام عليكم وحيث الله وبركاته شو المشكلة لا 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 بيطالك بيعطيك نظرة بصفص فيك من فوق لي تحت لا وآخر شيء بيقول حك صديقة يمكنه مشابه مني على واحد يا حبيبي لم شابه منك على واحد ولا شيء الرجل يحييك بتحية الإسلام ما يبغي منك حاجة ما يبغي لا 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 بدا أن تسلم عليه تصدق يمكن يشبهني على واحد عشان جديد يسلم عليه لا يا شيخ الرجل كل ما في الأمر أنه يريد أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلامي خير إطعام وطعام وإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف هذا كل ما في الأمر أما أنك تلست فصفص فيه من فوق لي تحت لأنه سلم عليك وأنت مستنكر الشيء هذا ليس سلم عليه من أين يعرفني لا يا أخي الكريم لا يا أخي الكريم علينا أن يا أخي ننشر هذه السنن في أفراد بين أفراد المجتمع نسلم على كل أحد كل أحد تشوفه بطريقة نسلم عليه طيب حتى نسلم على النساء يجوز واحد شاف بنت في جالسة في مكان جالسة في أي مكان أي مكان دخل شفت حرمة كبيرة صغيرة تسلم عليها هذه من المساء اللي وقع فيها خلاف بين العلماء يقولون العلماء إذا كنت أنت سلمت على جماعة على بنت شفت بنت مثلا وما في فتنة أنت شفت أن مجرد ما أنك سلمت عليها سلام عليكم مختي كيف حاج ما في فتنة ما في شي أمنت الفتنة ما في حرج أنك تسلم عليها مع أن بعضها العلم يمنع ذلك يقول سدًا لباب يعني الفتنة لكن يقولون إذا كانت حرمة كبيرة في السن حرمة كبيرة يعني مثل أمك مثل كثير ما في حرج أنك تسلم عليها لكن الصحيح والله أعلم إن شاء الله عز وجل أنا لا أفتي أنك ما في حرج أنك تسلم شفت أختك في طريقك خفض البصر السلام عليكم وعليكم وما في طريقك ما في حرج الأمر واسع الحمد لله رب العلم أما الحريم اللي هم مثل أمهات كبار السن عجائز جال سيد تسلم عليهم هذه من أكبر المسرات التي تدخلها في قلوبهم أنت لما تسلم عليهم يشوفوها شيء حلو إذا لم تسلم عليهم وطف علينا فلان سلام الله ما سلم علينا وشيفلتك عدم للسانهم النساء الكبار هذول إذا لم تسلم عليها وطف الوقت و أنت ارتكبت مصيبة من المصائب إذن لابد أن نلقي السلامة يا أخوة المرأة الكبيرة السلامة كيف حالة تموين أساتك بخير أم محمد أم عبد الله أم فيصل أنت بخير كيف صحتت وش حالة وش عيالك لا يوجد شيء الحمد لله ديننا يسر ديننا هذا دين يسر والحمد لله رب العالمين طيب من السن أن يسلم الراكب على الماشي عندنا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل وعلى الكثير كيف يعني أنا جالس أنت طايف عليه بسيارتك من هو الذي يسلم على الثاني أنا أسلم أو أنت تسلم عليه هاي أخوة أنا جالس عند باب البيت أنت طايف عليه بسيارتك عند البيت من الذي يسلم على الآخر الذي في السيارة أو الذي جالس الذي في السيارة يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسلم الماشي على القاعد يسلم الذي يمشي على الجالس يقول له هاران تسلم عليه السلام عليكم عليكم السلام يرد عليك السلام و يسلم الماشي على القاعد أنا جلس أمشي على رجلي واحد جالس أنا جالس في المكتب أجهز المادة واحد مر بجنبي في الممر من الذي يسلم على الثاني أنا أقول السلام عليكم أنت تسلم عليه أنا جالس أنت ماشي أنت تمر بجنبي السلام عليكم أنا أرد عليك السلام طيب و يسلم الصغير على الكبير أثنين يمشون في طريق تصادفوا في الممر أنا أمشي في هذا الممر و صادفني مهند في نفس الممر من يسلم على الثاني أنا أسلم على مهند أم لا مهند يسلم عليه مهند يسلم عليه ليش مبعا لأني أنا صاحب البرنامج و غيره لا لأني أنا أكبر عن مهند في العمر و هكذا كل إنسان بالطريقة هذه يحترم منه الصغير يحترم الكبير و الكبير يحترم الصغير لكن السنة أن يسلم الصغير على الكبير مو بالعكس لكن لو انعكست الصورة أنا سلمت على إنسان طايف أنا جارس عند باب البيت و اللي شوية طاف بجنبي فلان سلمت عليه سلام عليكم يجوز ما في حراج لكن ترك الأولى أنا جارس في المكتبة جهز المادة مر بجنبي فلان ما انتبه لي أنا جالس مفروض هو يسلم لكن أنا ناديته و أنا جالس في لان سلام عليك كيف حالك؟ أنا جالس مفروض هو اللي يسلم لكن ما في حرج لكن خلاف الأولى الأولى أن يسلم من؟ من هو اللي يسلم يا إخوة؟ يسلم الراكب على الماشي الراكب اللي يركب سيارة يركب دراجة يسلم على اللي يمشي و الماشي على القاعد و القليل على الكثير كيف القليل على الكثير؟ اثنين يمشون و ثلاثة أربعة جايين هذول اثنين و اللي جايين ثلاثة أربعة من يسلم على الثاني؟ قال و يسلم القليل على الكثير الاثنين يسلموا على ثلاثة أربعة هم اللي يبدأوا بالسلام على الثلاثة والأربعة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب الثلاث يمشون في سيارة هذا يمشي وهذا يمشي من يسلم على الثاني و كيف يسلمون على بعضهم في السيارة كيف يسلمون على بعض يخبر في السيارة و هذي ياكثرها في الفريج في المنطقة على الكريش على المكان تمشي صادفك صديقك في الطريق كيف تسلم عليه يسلم طبعا نفس الشيء العلماء يقولون يسلم الكبير على الصغير كيف يسلم عليه بس يعطيه هران طيط ولا شو يسوي ولا بس يرفع يديه كيف يسوي العلماء يقولون ما في حرج أنك ترفع يديك لكن لابد أن تتلفظ بالسلام ترفع يديك وتتلفظ بالسلام مو بس تمشي تسلم ترفع يديك لا 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 ليش لأن عذن حديث نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم بالإشارة قال فإنها من صنع اليهود سلام اليهود يا أخوة الكرام أنهم يسلمون بالإشارة نحن لا كمسلمين نسلم بالإشارة لكن لابد أن نتلفظ طيب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلم بالإشارة كيف أنت الآن تقول لي إذا أنا شفتك في الطريق في الشارع يجوز أن يرفع يديه وسلم عليك أنت تقول نهى رسول الله أن نشابه اليهود لأن اليهود يسلمون بالإشارة استندوا على حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمعشر النساء سلم عليهم بالإشارة لكن قالوا هذه الإشارة فيها تلفظ بالسلام إذن ما في حرج سلم عليه بالإشارة لكن شو الشرط أنا أسألك أتكلم شو الشرط لا لا الإشارة مع إيش مع التلفظ بالسلام أنت تجيني بالسيارة أنا أشوفك مو بس ترفع يديك لي وارفع إليه لا برفع إيدي لكن بنفس الوقت بسلم عليك سلام عليكم حانا في السيارات هكذا نكون إحنا خالفنا أمر اليهود وفي نفس الوقت طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عدنا يا أخوة الكرام فاصل ونعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل كلامي يا أخوة بما يخص أحكام السلام شفت كيف أن المسألة مش بسيطة فيها بحوث وفيها مسائل وفيها تفريعات وفيها كذا لكن حلوة جميلة نستفيد منها في حياتنا العملية يعني مثل هذه المسائل الإنسان يمارسها يوميا وين يوميا هذا كل دقيقة كل عشر دقائق النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أحيان أنا وأنت نمشي مع بعض أنت دخلت هذا المكتب وأنا دخلت هذا المكتب ورجعنا مرة ثانية طلعنا ومشينا مع بعض بعد أرجع سلم عليه كله خلاص يكفي السلام الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حالت بينهما شجرة يعني تخيل أن هذه شجرة أنا ومهند نمشي نحن اليوم ما عدنا غير مهند أنا ومهند نمشي نمشي أنا ومهند هذا حين القلاس ما الماي نعتبره شجرة نمشي أنا ومهند الشجرة هذه فرقت بيننا ورجعنا التصنى من جديد أرجع أسلم عليه أرجع أسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذه من السنة الغائبة يا أخوة عن الناس اليوم نطبقها نأخذ فيها أجر كل ما في الأمر يا أخوة هذه أجور هذه ثلاثين حسنة السلام عليكم حت الله بقعت ثلاثين حسنة بين إيديك بثواني ليش نحرم أنفسنا وما نأخذها إذن أنت دخلت أنا وقفت قال لي مهند فيصل وقف شو عند هذه البقالة بنزل بخف لي غرض وبرجع وقفت نزل مهند خذ غرض ورجع جاء من السنة إذا رجع جاء دخل عندي في السيارة يسلم عليه السلام عليكم فصل الله يديك توه طالع من عندك من السيارة يعني ما يحتاج توه نزل عنك يرجع يسلم عليك ايه رجع يسلم عليه ما في شيء أنا طلعت من صالة بيتي دخلت المطبخ ورجعت مرة ثاني لصالة بيتي أسلم على أهل بيتي هذه سنن غائبة وجميلة عندما تطبق في البيت وبين أفراد المجتمع وبين الموظفيين وغيرة حلو شيء جميل نطبق أن نستفيد ونأخذ الأجر عند الله عز وجل بما يخص السلام بالإشارة طبعا يا أخوة إذا إنسان خلنا نفرض إنسان ما يقدر يتكلم أبلم شو نقول لهني نقول له لا تسلم بالإشارة هذه صفة اليهود زي هو ما يقدر يتكلم ما يعرف يتكلم ما ينطق نقول له يجوز السلام بالإشارة العلماء يقولون يجوز للضرورة والحاجة لأن هذا الآن محتاج هو ما يعرف يتكلم مسكين فله أن يسلم باليد يعتبر هذا السلام له الأجر عند الله عز وجل طيب شو حكم السلام على المصلي إنسان يصلي أنا جاءت دخلت مكان حصلت إنسان يصلي هل يجوز أني أسلم عليه أو لا هل يجوز أني أسلم على إنسان يصلي أو لا هذه المسألة يستنكرها بعض الناس وهي تدرس في بعض الدول المجاورة لنا تدرس في المدارس في كتب التربية السلام تدرس هذه المسألة دعوني أنا أضرب لكم مثال عشان يتضح المقال كما يقولون شوف الحين الحين أنا واقف أصلي طيب أنا واقف أصلي مر مهند بجنبي أنا واقف أصلي قال مهند السلام عليكم هل يجوز لي أن أسلم عليه وأنا أصلي يا أخي يجوز ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهذه سنة غائبة عن الناس ما في حرج أنا واقف أصلي دخل واحد سلم علي يجوز أني أرد السلام كيف أرد السلام أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يا أخوة ما تأخذ بيديه ولا تتكلم السلام هنا يا أخوة كرام يكون بالإشارة بطريقة هذه ثبت السنة لنبيه السلام أنه السلام في أثناء الصلاة أنك ترفع يديك وتجعل باطن الكف إلى الأرض بالطريقة هذه هذه من السنة الغائبة اليوم عن الناس يا ريال إنسان أصلي كيف أشغله كيف أشغله أنا أقول لك قال رسول الله أقول لي كيف أشغله هذا ديننا الحمد لله فيه يسر فيه سماحة وهذه من المسال يعني ما تبغي جدل أذكر من زمان أول أيام من الاستقرام نزلت مقطع وتكلمت في هذا الموضوع أقاموا علي الدنيا في الكومنتات أنت شو تألف وانت شو تضحك علينا الناس أخوة عندنا حديث فيها هذه سنة غائبة يجوز أنك ترد السلام بالطريقة هذه بل ثبتت أكثر عن رواية جاءت رواية أنك تأشر تسلم بصبعك وفي رواية ترفع يديك تسلم عادي وفي رواية أنه بالطريقة هذه تسلم يجوز لكن ما تتلفظ بالطريقة هذه هذه سنة غائبة نطبقها لما تدخل لا ترى أنسان يصلي سلم عليه لا يوجد حرج والأمر واسع والحمد لله رب العالمين لكن أننا نأخذ الأمور بشغلة مزاج لا يا أخوة من شغلة مزاج هذه نصوص نبوية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بها وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا أمر خلاص نسلم أمرنا للنبي ونطبق هذه السنة إذن يجوز أنك تسلم الإنسان يصلي ما فيها أي حرج والحمد لله رب العالمين طيب يجوز أنك تسلم على الإنسان يقرأ قرآن شخص يارس يقرأ قرآن يجوز أنك تسلم عليه يجوز أنك تسلم عليه بس أنت أشغلتني أنا الجالس أقرأ وضيعتني وين أنا واقف وكذا لا لا ما في حرج ما في حرج الأمر واسع أني أنا أسلم عليك ما في حرج طيب لو أن شخص دخل المسجد يا أخوة الكرام وحصل جماعة جالسين في المسجد أول ما يدخل هو يصلي ركعتين تحية المسجد ولا أول يسلم عليهم حديث المسيء صلاته لما دخل الرجل للمسجد ماذا فعل أول ما دخل المسجد يا أخوة صلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي حديث المسيء صلاته الطويل المعروف استدل من هذا الحديث الفقهاء شوف كيف أهل العلم يستنبطون الأحكام من هذه النصوص استدل من هذا الحديث الفقهاء قالوا شوف هذا الرجل أول ما دخل المسجد صلى ركعتين ثم جاء للنبي سلم و سلم عليه إذن العلماء يقولون من السنة إذا دخلت المسجد و في جماعة تبغي تسلم عليهم أول تبدأ تصلي ركعتين تحية المسجد تقدم على السلام للأشخاص خلصت من تحية المسجد تروح للجماعة للجالسين و تسلم عليهم و تجلس هذه من السنة الغائبة لماذا اليوم أقول هذا الكلام لأن تجد اليوم البعض ما يسوي يا إخوة أول ما يسلم السلام عليكم و رحمة الله أشهر بدأ و يصار و يسوي ضجة في المسجد هذا الكلام غير صحيح و هذا الفعل غير صحيح صحيح أنك أول ما تدخل تصلي ركعتين تحية المسجد ثم إن أردت أن تسلم على أحد تسلم عليه هكذا هي السنة علينا أن نطبقها يا إخوة علينا أن نطبقها نحيي هذه السنة التي أميتت اليوم بين الناس طيب استحباب السلام عند دخول البيت قال ربنا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أنا لما أدخل البيت يجوز أني أسلم السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم صوتك يا شيخ السلام عليكم و رحمة الله ما في حرج أنك تسلم إذا دخلت البيت ما في حد في البيت ما في حد في البيت عادي سلم على السلام علينا و على أنفسنا الله عزيزي ماذا قال فسلموا على أنفسكم السلام علينا و على عباد الله الصالحين من معباد الله الصالحين في جن في غيرة في ملائكة سيارة يجوز أنك تسلم عليهم والأمر واسع والحمد لله لكن أنا دخلت البيت موجودين أهلي جميل يفتح باب الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ورساكم بخير وليفتح باب البيت تسلم على أهلك هلا هلا كيف حالكم ماذا أخباركم لا لا اجعلوا هذه الشعائر إنه هو مي يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومي يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تدخل البيت تسلم على أهلك مبهلة هلا شحالكم شخباركم مساء الخير لا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شحالكم يا أهل بيتي كيف صحتكم أنتم بخير عساكم طيبين هكذا السنن هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعائر ما تترك تطبق كل ما دخلت البيت وكل ما طلعت تطبقها مع أهلك رد السلام على من حمل على من حمل إليه السلام أنا شفت مهند السلام عليك مهند كيف حالك مهند وين سليمان أنا من زمان ما شفته و أنا الله يشهد أني فعلا من زمان ما شفت سليمان سليمان أنت بخير أنا اشتقت لك والله من زمان ما شفتك يا أخي أمانة یكلكم إلينا صحابي التلفزيون توصلوا سلامي لسليمان سليمان صديقي ومن أول من التقيت في هذه القناعة ونعم الرجل حقيقة بلغوا سلامي لسليمان أنا جئت لمهند يا مهند بلغ سلام لي لسليمان اسليمان شو يسوي هنا مهند عفوا شو يسوي هنا مهند يروح لسليمان يقول له فيصل يسلم عليك اسليمان شو يقول له يقول له عليك وعليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الخطأ المنشور من المنتشر يوم عند النار شو يقول له الله يسلمه فلان بيسلم عليك فلان الله يسلمه هذا خلاف السنة السنة أنك تقول له عليك وعليه السلام و رحمة الله و بركاته عليك و عليه السلام و رحمة الله و بركاته عائشة رضي الله عنها لما جاءت جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قال أقرأ عائشة مني السلام فذهب النبي السلام إلى عائشة قال لها جبريل يقرأك السلام فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها و أرضاها عليك و عليه السلام و رحمة الله إذن السنة هكذا إنسان قال لك سلم على فلان فلان هذا لما توصل له السلام يرد يقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته هذه من السنن الغائبة الله يسلمه الله يحفظه لا لا هذا خلاف السنة طبق السنن هذه وما أجملها حقيقة طيب أحيانا أنت تدخل للمسجد يا أخوة يا كرام حصلت إنسان عند باب المسجد السلام عليكم ورحمة الله أنت تتبعون تطلعون من المسجد من الأولى يا أخوة بالخروج من المسجد اللي على اليمين واللي على اليسار من الأولى بالخروج اليوم الوضع المنتشر عند الناس اليمين اليمين يتفضل تفضل لا لا والله أنت تطلع أنت على اليمين يمين يمين اليمين يا أخوة شيخ بن عثيمين عند تفصيل في هذا الكلام يقول إذا كان الشيخ بن عثيمين يقول إذا كان الكبير هو اللي على اليسار فيقدم الكبير ما يقال هنا تيامنوا والله اليمين أول يطلع لا يقدم الكبير احتراما حتى ولو كان على اليسار هذا كلام شيخ بن عثيمية رحمة الله إليه إذن هذه يعني مفاهيم لازم نفهم أنا أحيانا أوقف أتصارع معهم عند باب المسجد يا جماعة خير أنت أطلع أنت الأكبر احتراما يا أخي لك وهذا كلام علمانه احتراما لك أنه أنت اللي لازم تطلع أنت على اليسار احتراما لك هو الرجل الكبير هذا بعد يبغي يطبق السنة يقولك أنت على اليمين صحيح لكن الآن تزاحمت عندي مصالح مصلحة أن أنت الأكبر ومصلحة أني أنا على اليمين تقدم الأولى وهي احتراما الكبير احتراما الكبير حتى ولو كان على اليسار تقوله تفضل أنت اللي تطلع طيب شو حكم السلام على إنسان صاحب معاصي وذنوب وسيئات إنسان مصرف هل من السنة أن هذا الشخص لا تسلم عليه أو تتركه لا إذا رأيت من المصلحة أنت كشخص أنت كولي أمر أنت كأب أنت كمسؤول أنت كرئيس دولة إذا رأيت من المصلحة أنك ما تسلم عليه من باب زجرة فقط وقرصة على قولته متأديبة لكذلك وأن رأيت أن من المصلحة أنك تسلم عليه ما في حرج طيب عشان نختم من الأمور اليوم الغايبة يا أخويا الكرام أنك تسلم على الناس لما تخرج عنهم اليوم البعض يعتقد أنه فقط السلام على الأشخاص إذا دخلت المجلس السلام عليكم ورحمة الله لما يطلع من المجلس لا يسلم يلا مع السلام وحياكم الله نشوفكم على خير شو المانع أنك تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا سامحنا نشوفكم إن شاء الله على خير مع السلام لا يسلم لا قالت ترى أنا سلمت أبو هريرة رضي الله عنه يقول إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فليسلم سلم إلى الجماعة قبل ما تطلع من المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخوان نشوفكم على خير مع السلام هكذا هي الأداب عشان أختم من السنة التي أمرنا به نبي السلام إذا مجلس جلسوا فيه أقوام وكثروا فيهم اللغة ماذا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا على إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا أقول لكم الحين بعد نهاية هذا المجلس اللي تكلمنا فيه عن أحكام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بتمتم بخير وفي حفظ الله ورعايته موسيقى 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 موسيقى